بالنسبة للكاميرات نحكي شوي عن أنواحهم وآلية التقاطهم للصورة لكن حتى نفهم بالضبط عن آلية التقاط الصورة وتصير جواتهم بدنا نرجع بالتاريخ شوي نفهم أول آلة تصوير تم اختراحها الفكرة بلشت من العالم العربي ابن الهيثم قبل ألف سنة تقريبا لما دخل غرفة معتمة بالكامل لكن فيها فتحة صغيرة وانتبه أن المنظر اللي برا الغرفة عم بنعكس على الحيت جوة أو على قطعة قماش بيضة فرضا وهون كانت بداية الكاية بهاي الغرفة المظلمة أو ما أطلق عليها اسم القمرة باللغة العربية وبالانجليزي camera obscura إجا بعدها عالم فرنسي اسمه جوزيف نيس بعام 1825 تقريبا تستبدل قطعة القماش البيضة هاي بصفيحة معدنية عليها مادة كيميائية تتفاعل مع الإضاءة وبتنحرق وحطها على بلاكونتو خلاها تتفرج على المنظر لخارج البلاكونة هلأ هاي المادة الكيميائية كانت توخي الساعات حتى تتفاعل مع ضو الشمس لكنه هاي تم التقاط أول صورة بالتاريخ وإحنا بنقدر نشوفها بعيوننا هلب بوقتنا الحالي موجودة عارف إنها شوي خربانية لي ومش فاهم إشي من الصورة لكن مع شوية فوتوشوب رح يتوضح إنه هاي صورة المباني الخارجة كانت برة البلاكونة تاعة جوزيف نيس لكن هاذ إشي عظيم جدا لأنه لأول مرة في التاريخ بتم التقاط منظر قدامك وحفظه زي كأنه إحنا عملنا أيقونة السيف لمنظر قدامك تطورت الكاميرا والصفيحة المعدنية والمعدة الكيميائية وصارت تتفاعل أسرع وتأخذ دقائق بدل ساعة لهذا السبب صور البورتري القديمة كانوا كلهم مكشرين ما في حدا بيبتسم لهذه الفترة الطويلة من الزمن غريك لازم يكونوا ثابتين زي الصنم في محلهم حتى ما يتحرك من محله وتطلع الصورة واضحة للكاميرا لهذه الفترة الزمنية اللي هي تقريبا عشر دقائق فبناء عليه اخترعوا استاند مع ملقط بيثبت راس الموديل من ورا حتى يظل ثابت قدام الكاميرا ما يتحرك ولا نتفه وهذا هو شكل الاستاند الغريب اللي كان ورا الموديل بالصور القديمة او الاستوديوهات القديمة زمان لكن مع هذا التطور كله لسه في مشكلة عويصة جدا واجهت المصورين في هذا الوقت المشكلة كانت انه كيف بدنا نعرف أبعاد الصورة قبل ما نلتقطها بداية كان المصور يتخيل أبعاد الصورة اليمين واليسار والفوق والتحت بشكل تقريدي طبعا وما اجل حل اللي بعد كمشة سنين لما اخترعوا كاميرا فيها عدستين بنفس البعد البؤري واحدة للتقاط الصورة والثانية منها المصور بقدر يشوف اشي تقريبا للعدسة الاولى وهاي الكاميرا اطلق عليها اسم كاميرا تي الار اختصارا لتوين لينز ريفليكس واتطورت التكنولوجيا واخترعوا بعدها كاميرا فيها عدسة واحدة فقط بتفرجيك الصورة بنفس زواياها بالضبط قبل التقاطها عن طريق ميكانيكي يتعمل شرحت عنها في فيديو سابق ولانه عدسة واحدة صار اسمها سينجل لينز ريفليكس واختصروها بـ SLR لكن هون لسه الكاميرات كانت بتصور على شريط الفيلم النقطيب القديم التطور قبل الاخير انهم بدلوا شريط الفيلم بقطعة الكترونية ديجيتال بتحول الصورة لبطاقة الذاكرة فهون صار اسم الكاميرا ديجيتال اسل ار او دي اسل ار اللي احنا بنعرفها اليوم لكن باقي معضي البسيطة جدا هي ان انت عم بتشوف الصورة قبل التقاطها بزواياها الصحيحة لكن الوانة واضائتها مرات ما بتطلع مثل ما انت شفتها بعينك الحقيقية هون اجا وقت اخر تطور اللي عم بنعيشه حاليا بوقتنا الحالي وهو انتقال الكاميرات لمرحلة الميرورلس وهي كاميرا بتفرجيك الصورة بالضوط بالزاوية بالالوان والاضاءة اللي بتشوفها عينك قبل ما تلتقط الصورة قبل ما تكفز كبسة الشتر اختمها بتنبؤ بسيط جدا الوابو دخول الذكاء الاصطناعي على كاميراتنا الحالية في فيديو شفته قبل فترة الكاميرا ما الها عدسة عليها شكل غريب هيك اخطبوط احمر هاي الكاميرا بتاخد معلومات المكان اللي انت فيه location بالضبط الموقع تاعك مع معلومات الوقت وبتعطيك هيك كمان خيار زي الايزو والشتر والفتحة لكن ما الها عدسة هي فقط بتاخد هاي المعلومات وانت بتزيد عليها وصف للمكان اللي هو اشجار ربيعي لاخرئي وبتعملك generation لصورة اللي هو زي الذكاء الاصطناعي اللي احنا منشوفه حاليا عم بتحول الوصف المكتوب لصورة حقيقية فصراحة مش عارف شو مخبينا المستقبل والذكاء الاصطناعي هسه فشاركوني بالتعليقات ايش تتوقع مخبينا المستقبل والذكاء الاصطناعي بالنسبة للتصوير